الطلاب هم اللي مروا بالتجربة كاملة اختاروا التخصص حضروا المحاضرات والتوتوريالز واللابز ذكروا عملوا الاسايمنس والريسيرجز والبروجيكتز وتعاملوا مع الدكاترة والمعيدين لغاية ما وصلوا الخط النهاية نهاية مارثن الجامعة علشان كده يوم مشروع تخرجهم طلبنا منهم يقولوا رسالة لزميلهم الأصغر منهم عن التخصص بتاعهم وفي اليوم ده سألناهم ثلاث اسئلة ايه المميز بالتخصص بتاعك؟ ايه هي متطلبات الدراسة في التخصص ده؟ وايه هي مجالات العمل بعد التخرج؟ يلا نشوف قالوا ايه أنا جراديوت من برنامج CCE Computer and Communication Engineering ممكن تتخصص في دو تراكس اللي هم CUE نخترت البرنامج ده علشان هو Trending والتكنولوجي دلوتي موجودة في كل حتة زي Smart Cities والIoT موضوع انتشر أكتر بلس من المجالات اللي هم تحتاجة جزء هاردوير على صفتوير وده بروفايدت في البرنامج ده لان انا شايفاً هوبي تشالنج مي ان انا كون حد انوفيتر عشان والدتي كان دايماً بتعمل حاجات لي علاقة بالصفتوير انجنيرين يعني وده كان دايماً بيحمسني ان انا نفسي اكون بعمل حاجات اكتب كود اجرب اعمل أبليكيشن عن موبايل اعمل لعبة كان نفسي اخش في المجال دوت مجالاته كتير في الشغل بعد كده وبنبقى متمكنين من بوث الهاردوير والصفتوير فده سا بلوس انا بحب الفيلد بتاع الكمنيكيشن فده كان البرنامج اللي انا مفروض ادخله كان وانا صغيرة دايماً عندي فكرة الناس اللي بيكتبوا كود في الافلام والحاجات دي بس في الحقيقة لما دخلت البرنامج اكتشفت ان الموضوع ليه ابعاد تانية كتير ديمبلي انت عندنا هنا في الكلية يعني بتخرج مهندس شاطر جداً والفيلد نفسه بيبقى عايز النوع ده وحتى مصر في الفترة الاخيرة فيه يعني ناس كتير قوي دخلة بتحط فلوس في الفيلد وفيه يعني كذا شركة وريدي حتى من قبل ما خلص تعليم بتبعت لنا حتى بالاسم ان هما عايزين تعلمنا الانالوج ديزاين بشكل كويس وفي المشروع اشتغلنا بعضه في مجال الارف اشتغلنا على برامج كتير سيميليشنز وعملنا سيركت سيميليشن بادينا كتير اشتغلنا في معامل عملنا تجارب كتير وبروجيكتز كتير يعني مختلفة في مختلف المواد تعلمنا على برامج كتير جداً في الكلية انا عن نفسي في تراك الانالوج ديزاين ولي اوت في الالكترونيكس عملنا في ال جي بي انالوج دي اوت اوتوميشن وتعلمنا على برامج كتير اشتغلنا على برامج سيميليشنز ودخلنا لابس كتير واشتغلنا بادينا في الحياة في السيركتز يعني من حاجات تانية اللي موجودة في القسم وليها ميزة عن اي قسم تاني هنا القسم هايبريد يعني ايه هايبريد انت بتاخد مواد من قسم اللي هو كمبيوتر انجينيرين بتاخد مواد زي الكمبيوتر اكتشار مفيدة جداً هاتفيدك والبرجراميكس والوبجيكتورانتد اوبرجراميكس كل ده حاجات هاتفيدك جداً في حياتك انت هتدرس البازيك بتاع كل المجالات دي هايبع عندك فرصة شغل كتيرة جداً انت قبل ما بتتخرج مسلاً بسانة هتلاقي ان كازا شركة بدأت تكلمك بتحاول تقولك يعني تعال اشتغل عندنا وكتاباً عندنا بروبلم سولفينج تكنيكس وبرضو نبقى نقدر نشتغل بس ده هيخليك تستاند اوت عشان تدخل الميجور دوت محتاجة تبقى احد بتحب الماس والسيركيت وتكون عندك بروبلم سولفينج سكيلز انهم يكون عندهم بيشنز وبربلم سولفينج وكمان يكون عندهم يورك under stress يبقى حد انها هارد ووركر يبقى عنده هدف ما يبقاش داخله خلاص عشان يقدر يكمل لو فاسليرنر ده برضو هيسعده اهم حاجة بس احنا ازاي نعرف ننظم موقتنا لان الشغل بيبقى كتير ونحدد فعلا اولوياتنا علشان هو ده اللي بيوصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها محتاج ان يبقى عندك وعي نوعا ما بالسيف ستوديينج عندك mathematical skills عالية ونمط الحقيقة عندنا سريع مجالات العمل في الكسم هي عندنا مجال مجال الالكترونيكس مجال كنترول ومجال الوايبز مجالات العمل كتيرة مثلا الديجيطال والانالوج ديزاين وبرضو مثلا ممكن نشتغل في المشين لرنج والايو تي في الايو تي المجالات ممكن الواحد يبقى تاك ساكورت انجينير سوفتوير انجينير ممكن يبقى مهندس التصالات في شركة التصالات زي بودافون والتصالات ممكن يبقى شغال انفروستروكشور انجينير ديف اوبس كل المجالات مفتوحة الحقيقة بسبب البرنامجس ممكن نشتغل في حاجات لها علاقة بالالكترونيكس شركات الكميونيكيشن ممكن في الايو تي او في الامبيديد سيستمز او في الانالوج والديجتال ديزاين وفي كنترول في الالكترونيكس اكبر مجالين تشتغل فيهم هم الالكترونيكس والكوميكيشن والتراكين دول مع بعض بتقدر تشتغل فيهم في حاجات تانية فمثلا الالكترونيكس تشتغل الانالوج ديزاين ديجتال ديزاين انالوج لياءوت ديجتال لياءوت في الكميكيشن تشتغل مثلا في شركات الاتصالات تشتغل في الكمبيوتر نيتروكس برضو تدرك تحت الكمميكيشن الكنترول برضو موجود في الكمميكيشن وموجود في الالكترونيكس ده برضو تراكم بينهم وفي الامبيدد سيستم برضو بيستخدم برضو الكمميكيشن والالكترونيكس وفي نوع جديد أو تجاه جديد طالع اليومين دول موجود في العالم والتده يخش مصر وراءه الـ IOT والسمارت هومز والسمارت فيليج عامة أحمد وائل أياس سمدوني خالد محمد حسني أريم سامة زياد هاني عنود عماد الألوية سامي المصري مارينا مجدي محمود عارف يهدى أحمد اسمي وعد